نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الصينية بكين وذلك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي تشهد مشاركة مدبولي في القمة برنامجا مكثفا من الفعاليات حيث يحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى وعددا من الجلسات رفيعة المستوى ويلقي كلمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضرة ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مع مسؤولين صينيين وأفارقة إلى جانب مقابلات مع مسؤولي شركات صينية بارزة من بينها شركات عاملة في السوق المصرية كما سيشهد خلال الزيارة توقيع عدد من الوطائق المهمة المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة